موسيقى تستمعون الآن لبرنامج أمجاد الملكوت بعداد وتقديم الأخلي حيث نتعرف في هذا البرنامج على بركات وقوات ملكوت السماء الممنوحة للمؤمنين آملين أن يساهم برنامجنا بتعزيز نموكم الروحي ويملأ حياتكم بسلام الرأس مرحبا بكم أعزائي المستمعين يسعدني اللقاء بكم مجددا وحلقة جديدة بعنوان مميزات السفير الناجح حيث سنتطرق من خلالها لبعض أعمال السفير ومقارنتها بأعمال الذي قرر العمل كسفير لملكوت السماء حيث حث بولوس الرسول المؤمنين على العمل كسفراء حين قال إذن نسعى كسفراء عن المسيح كأن الله يعظ بنا نطلب عن المسيح تصالح مع الله السفراء هم لسان حال الدولة وإشعاعاتها الصاطعة في الخارج هم من يمثل كيان الدولة وصيرورتها هم المرآة العاكسة لحالة دولتهم ووضع بلدهم هم من يحرص على خدمة الجاليات المغتربة ويهتم بها هم رسل أمتهم والوسطاء الأمناء لمصالح بلدهم أمام دول العالم على السفير أن يتحصن بالخبرة الواسعة وأخلاق استثنائية ومثالية لأنه ممثل للدولة ونبراسها في الخارج السفير الخامل الخامد ذو الفكر السطحي الجامد لا ينفع بلده ولا يصنع له الخير لا في الداخل ولا في الخارج لأنه لا يستطيع إيصال رسالة بلده أمام مضيفيه ولا يستطيع أن يرسم الصورة البهية الجميلة لوطنه ويطلقها أمام أنظار الآخرين رسم الصور الجميلة يتطلب ريشة فنان حاذق يفهم تزاوج الألوان ويدرك نسبية الأبعاد يعيش السفير في بلد غير بلده ولكنه يخضع لقوانين بلده ويتسلم رواتبه من بلده كذلك هو الحال مع إنسان الله الذي قرر العمل لصالح الملكوت فإنه بات خاضعا لقوانين ملكوت السماء وباتت احتياجاته الأرضية مؤمنة بوفرة وجوده في ذلك البلد هو لخدمة أبناء جاليته وتمثيل بلده التمثيل اللائقة وهذا يتطلب جهدا وعملا وتضحية كذلك هو الحال مع سفير الملكوت الناجح فإنه يكرس مواهبه وجهوده لخدمة الخراف الضالة بالعودة لطريق راعيهم كي لا يهلكه كما إنه يمثل بلده التمثيل اللائقة من خلال تقديم ملكوت السماء لغير المؤمنين فيشتذبهم للحصول على جنسية الملكوت هو يعمل بلا كلل أو تعب ودائم التطوير لمهاراته الفردية والروحية وضعه الاقتصادي غير مرتبط بالبلد الذي يعيش فيه بل ببلده الأم هو لا يتأثر حينما تحصل هزات اقتصادية في البلد الذي يعيش فيه كون مدخوله المادي يأتي من بلده الأم من هنا نفهم قول داود الملك حين قال أيضا كنت فتا وقد شخت ولم أرى صديقا تخلي عنه ولا ذرية له تلتمس خبزا كما تحدث الرب يسوع المسيح وقال فإن كان عشب الحقل الذي يوجد اليوم ويطرح غدا في التنور يلبسه الله هكذا أفليس بالحري جدا يلبسكم أنتم يا قليلي الإيمان كذلك نرى كيف كان الله يعيل أحد سفرائه وهو النبي إيلية حينما كان جفاف على الأرض فكان يرويه من مياه النهر ويرسل له الغرابة كي يجلب له الطعام فلم يكن متأثرا بواقع حال المنطقة التي كان ساكنا بها كما إنه رتب لإعالة الشعب العبراني أيام يوسف بن يعقوبة كونهم كانوا البنية الأساسية لمشروع الله بفداء العالم كونه متغربا لخدمة أبناء بلده في المهجر فإنه يجب أن يكون متجردا عن أي أمور خصوصية كأن تكون عشائرية أو فئوية بل كونه ممثل بلده فعليه محبة الجميع والعمل معهم بدون استثناء هكذا هو الحال مع سفير ملكوت الله الناجح فهو لا يجعل من انتمائه الطائف أثرة لعمل الرب بل محبته للرب والآخرين تجعله متفانيا لإيصال بشارة الملكوت للمسكونة متعاونا مع كل من يضعه الروح القدس معه في تلك الخدمة عزيزي المسيحي هل تحب الذين يخالفونك الطائفة؟ اعلم أن الذي يجمعك معهم أكبر من الذي يفرق السفير يجب أن يكون على درجة عالية من الخبرة والكفاية بكثير من الأمور كي يكون ممثلا فاعلا لبلده ومستعدا لمجاوبة كل من يسأله عن بلده لذلك عليه الاستزادة العلمية والثقافية بشكل يومي كذلك هو الحال مع سفير الملكوت فإنه لا يكتفي بالمقرر له بل لهجه بكلمة الإنجيل المقدس يتم بشكل متواصل بل هو دائم التطوير لمهاراته في الاستماع الإلقاء والصبر كي يكون دائم الاستعداد لمجاوبة كل من يسأله عن سبب الرجاء الذي لديه وتكون مهاراته الفنية سبب بركة لخدمته الروحية أعرف قسا يعمل في الإعلام المسيحي من خلال تسجيله للبرامج الإذاعية هذا الشخص خسر عمله نتيجة إهماله لتطوير مهاراته التقنية فأثرت هذه الخسارة على عمل الرب من خلاله للكثيرين بينما أعرف قسا آخر لا يكل وهو يطور مهاراته على كافة الأصعدة ففتح له الرب أبوابا جديدة وخدمات أوسع على السفير الناجح أن يساهم بشكل فاعل بنشر حضارة وثقافة بلده الأم في البلد المضيف واجتذاب رؤوس الأموال للاستثمار في بلده شبه لنا الرب يسوع المسيح العالم بالحقل وقال الحصاد كثير ولكن الفعلة قليلون فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعلة إلى حصاده من هنا نلاحظ فكرة سفير الملكوت الناجح مشغولا بكيفية إيصال بشارة الملكوت للعالم أجمع فهو يستثمر أمكانياته وعلاقاته منقادا بروح الرب للتعريف بأخبار الملكوت السارة فيشتذب الكثيرين لملكوت أبيه عزيز المستمع هل تسعى جاهدا لنشر كلمة الإنجيل للعالم أجمع يكون السفير على اتصال يومي بوزارة خارجية بلده الأم لإرشاده بالتحركات المطلوبة ببلد المهجر فهو بالحقيقة يقوم بدور الخادم الذي يعمل مشيئة سيده في وقت الأزمات هو لا يتسرع بالتصريحات بل يجري اتصالات مكثفة مع بلده قبل التصريح أو التحرك بأي اتجاه داود الملك هو مثال نحتذي به في علاقته المميزة مع الله حين قال أما أنا فصلاة أي أنه دائم التواجد في محضر الله ليأخذ الإرشادات المطلوبة لأي تحرك خاصة في أوقات الحرب كذلك هو الحال مع تلاميذ الرب يسوع المسيح فنلاحظ قيادهم الكاملة بروح الرب حيث نقرأ عن بولوس الرسول بأن الروح القدس منعه وتلميذه تيمثاوس من التبشير في آسيا لوجود حاجة في مكان آخر تعامل السفير مع موظفي سفارتي يكون كالأب مع أولاده يبادلهم الاحترام والمحبة وإن أخطأ أحدهم فإنه يحاول مساعدته لتجاوز الخطأ من دون إشهار المخطئ آلما إنه لن يكون ناجحا في تمثيل بلده إن لم يكن ناجحا في سفارته وعلاقته مع المقربين كذلك هو الحال مع سفير الملكوتي إذ أدرك أنه من دون السلوك بمحبة صادقة لن يستطيع خدمة الرب كما علم إن الرحمة تتفوق على الذبيحة من هنا وضع أمامه نشيد المحبة القائل إن كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة ولكن ليس لي محبة فقد صرت نحاسا يطن أو صنجا يرن وإن كانت لي نبوة وأعلم جميع الأسرار وكل علم وإن كان لي كل الإيمان حتى أنقلت جبال ولكن ليس لي محبة فلست شيئا وإن أطعمت كل أموالي وإن سلمت جسدي حتى أحترق ولكن ليس لي محبة فلا أنتفع شيئا المحبة تتأنى وترفق المحبة لا تحسد المحبة لا تتفاخر لا تنتفخ ولا تقبح ولا تطلب مال نفسها ولا تحتد ولا تظن السوء ولا تفرح بالإثم بل تفرح بالحق وتحتمل كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء المحبة لا تسقط أبدا هذه المحبة يطبقها أولا مع زملاء الخدمة كأن يكون في الكنيسة أو أي مؤسسة مسيحية ومن ثم مع الجميع لأن بشارة ملكوت السماء هي بشارة المحبة فكيف للسفير أن يتحدث عنها وهو لم يعيشها تواضع السفير الناجح يكون عاليا إذ هو لا يهتم لقيادة سيارة فارهة أو السكن في بيت مترف بل تواصله مع أبناء جاليته الذين يمرون بحالة مادية صعبة يكون صادقا حينما يتلمسون منه العفة كما أن افتقاده للمرضى والمحتاجين يكون على قائمة أولوياته كما أن تواضعه يظهر من خلال تفقده لمجريات العمل اليومي في السفارة وحل المشاكل بنفسه أما سفير ملكوت السماء فقد وضع نصب عينيه احتقار المال وغضى طرفه عنه وبات يفكر بمفهوم العثرة قبل أن يتصرف لأنه في الكثير من الحالات نجد أن المادة هي المفسد الرئيس للعلاقات الاجتماعية والخدمات الروحية كما أن شهرته لا تجعله ينتفخ بل يعطي المجد على الدوام للرب يسوع المسيحي مفتكرا دوما بسلوكيات الفريسيين ويسعى جاهدا لتجنبها كي لا يكون صاحب كلام فحسب بل كلام وعمل حينما يزور رئيس بلده الأم بلد المهجر فإنه سيكون ضمن أول المستقبلين وعندما يتقاعد أو يتوفى فإنه يعود إلى بلده الأم معززا مكرما لأنه مهما عاش وخدم في بلد المهجر فهو لا يأخذ جنسية ذلك البلد بل يبقى مواطن بلده الأم وحينما يعود لبلده فإنه سيتنعم بالثروة التي جناها لقاء تعب خدمته في الخارج كذلك في يوم مجيء الرب فإن سفراء الملكوت الأمناء سيقومون من الأموات لملاقات الرب فيعود لبلدهم الأم ملكوت السماء مكللين بالمجد والكرامة وهناك أكاليل تنتظرهم قد تعبوا بجنيها خلال خدمتهم الأرضية فهل تثق عزيز المستمع المسيحي بأنك وبعد انتقالك من هذه الحياة الأرضية ستعود لمملكتك بشكل مرموق ومكرم أما إن ذهب السفير إلى بلد المهجر واهتم بمصالحه الشخصية ونسي جاليته وقطع الاتصال ببلده وصار يعمل ما يشاء فإنه سيعزل ويرفض من قبل بلده وشعبه لذلك من المنطقي أنه سيطلب اللجوء إلى ذلك البلد ويعزل عن بلده الأم وحين يموت يبقى في ذلك البلد وليس له نصيبا في بلده كذلك هو الحال مع سفير ملكوت السماء الذي يلتفت للعالم فإنه سيخسر بلده الأمة ويختار اللذة الوقتية الزائلة كديماس صديق بولوسا الذي توجه للعالم ويهوذ الإصخريطي الذي كان سيصبح سفيرا لرب المجد ولكنه اختار الفضة فخسر كل شيء فرح السفير يكون عظيما حينما تكون علاقته الشخصية مع رئيس بلده الأم متينة فيكون عطاءه مميزا ويسلك دوما بتفان إذ يشعر كأنه شريك لرئيس بلده في خدمته الرئاسية أصلي أن نكون جميعنا سفراء ناجحين لرب المجد نسعى بفرح وبحكمة قائلين تصالحوا مع الله واقبلوا هديته الثمينة يسوع المسيح له المجد على الدوام آمين موسيقى كنتم مع برنامج أمجاد الملكوت إعداد وتقديم الأخلي راجين أن تكون حلقة هذا اليوم مليئة بالرجاء والتعزين اشتركوا في القناة